للوهلة الأولى يظن المتابع أن ما تقوم به الميليشيات من إجرام ضد العراقيين هو عمل عبثي هدفه النفوذ السياسي والأمني وتحصيل الأموال ولكن عند مراقبة خارطة التحرك الميليشيوي والأساليب المتبعة ضد العراقيين يتبين للمتابع أن هذه الميليشيات أوجدت أساساً لأهداف محددة وفق خطة ممنهجة هندستها إيران لضمان بقاء العراق تحت سيطرتها أساس هذا المشروع الإيراني مبني على قواعد طائفية تعتمد التغيير الديمغرافي منطلقاً لعمل الميليشيات إضافة إلى استهداف أكثر المناطق التي شهدت مقاومة مسلحة للاحتلال الأمريكي والإمعان في التنكيل بأهلها الذين نالوا شرف الدفاع عن وطنهم ضد المحتل الغاصب حزام بغداد ببعده الاستراتيجي والمجتمعي وضع تحت مجهر المشروع الإيراني منذ احتلال العراق عام 2003 وبأدوات إيران في العراق صارت تستهدف مناطق حزام بغداد بأسلوب نعم وخفي بادي الأمر لكن ما لبث أن أصبح علنياً وبطريقة طائفية واضحة بعد عام 2014 حينما أصبحت الميليشيات هي السلطة العليا في الدولة وبدأت تنفذ حملات دهم واعتقال يومية ضد أهالي مناطق محيط بغداد مستخدمة مختلفة ذرائع ومختلقة كافة الحجج لنصب الحواجز والسيطرات في هذه المناطق وإرهاب الأهالي وتخويفهم بغية تهجيرهم ما يحدث اليوم في قضاء الطارمية دليل واضح على خطة ممنهجة لتهجير أهالي القضاء وتحويله إلى جرف صخر ثاني من حيث الهدف والأسلوب والطريقة المتبعة تزامناً مع حملة إعلامية تحريضية يشنها ذباب الميليشيات الإلكتروني ضد قضاء الطارمية الطارمية ليست إلا نموذجاً واحداً من عشرات المناطق والأقضية المحيطة ببغداد والتي تعاني الأمر ذاته مرةً بمصادرة الأراضي ومرةً بتكثيف سيطرات الميليشيات ومستودعات الأسلحة والذخيرة وكل ذلك يحصل بتواطئ وصمت حكومي لا تبرره وتفسره إلا حقيقة انتماء المسؤولين الحكوميين كما زعماء الميليشيات إلى مشروع إيران الذي يهدف إلى تفتيت بنية العراق وتدمير نسيجه الاجتماعي